السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائنا الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الحادي عشر أداب وإنسانيات الوحدة الأولى الدرس الرابع بعنوان تحليل خطوط التطابق الجزء الرابع أهداف الدرس سوف نتعلم في هذا الفيديو التمييز بين الارتباط والسببية الارتباط والسببية ما الفرق بين الارتباط والسببية؟ في الارتباط يكون لدينا بيانات لمتغيرين لظاهرة يمكن تمثيل بياناتها بمخطط انتشار ونمذجتها بعلاقة خطية والتغيير في أحد المتغيرين قد يحدث بسبب متغير ثالث مجهول يؤثر في العلاقة بين المتغيرين المعنيين بينما في السببية يكون لدينا علاقة بين سبب ونتيجة والتغيير في أحد المتغيرين يسبب تغييرا في المتغير الآخر بين ما إذا كانت العبارات الآتية تظهر ارتباطا أو سببية ثم فسر إجابتك أظهرت الدراسات أن الطلاب يكونون أقل نشاطا بعد تناول الغداء هل تناول الغداء هو سبب مباشر وكافي لقلة نشاط الطلاب؟ بالتأكيد لا تظهر العبارة ارتباطا فقط ولا تظهر سببية لأن تناول الغداء ليس سببا مباشرا ولا كافيا وحده لقلة النشاط وهناك عوامل أخرى تشترك معه مثل نوعية وكمية الغداء في العبارة الثانية إذا رفعت أثقالا أستطيع الالتحاق بفريق كرة القدم هل رفع الأثقال سبب مباشر وكافي للالتحاق بفريق كرة القدم؟ بالتأكيد لا هناك عوامل أخرى وبالتالي تظهر العبارة ارتباطا فقط ولا تظهر سببية لأن رفع الأثقال وحده ليس سببا مباشرا لالتحاق بفريق كرة القدم فقد تكون هناك عوامل أخرى تشترك معه مثل المهارة واللياقة وغيرها في العبارة الثالثة عندما ترى الشمس يكون النهار قد طلع هل الشمس هي السبب المباشر والكافي لطلوع النهار؟ نعم الشمس هي السبب المباشر لطلوع النهار وبالتالي تظهر العبارة سببية لأن ليس هناك عوامل أخرى مع الشمس يلزم موجودها لتسبب طلوع النهار مثال 5 صفحة 34 الارتباط والسببية الفرع A وجد جاسم ارتباطا موجبا بين عدد الساعات التي يقضيها زملائه في النوم قبل الاختبار ودرجاتهم فيه هل يمكنه بناء على ذلك استنتاج أن نتيجته في الاختبار ستكون جيدة إذا نام باكرا؟ لاحظ مخطط الانتشار الذي يوضح الارتباط الموجب بين ساعات النوم ونتيجة الاختبار كيف يمكنك أن تعرف ما إذا كان تغير في كمية ما يسبب تغيرا في كمية أخرى؟ عند وجود ارتباط قوي بين مجموعتين بيانات وإذا كانت إحدى الكميات تغيرت نتيجة لتغيير في كمية أخرى فقد تكون السببية احتمالا ممكنا هل الارتباط بالضرورة علاقة سببية؟ كلا، يمكن لكل كمية من كميتين أن تكون مرتبطة بكمية أخرى ليس من ضمن مجموعة البيانات ولكنها في الواقع تؤثر على إحدى الكمياتين أو على كليهما كيف يمكن تحديد ما إذا كانت هناك علاقة سببية بين متغيرين؟ لتحديد ما إذا كانت هناك علاقة سببية بين متغيرين عليك إجراء تجربة تمكنك من التحكم في المتغيرات الأخرى التي قد تؤثر في العلاقة بين المتغيرين هل يستطيع جاسم أن يستنتج أن نتيجته في الاختبار ستكون جيدة إذا نام باكرا بناء على الارتباط الموجب الذي أوجده بين عدد الساعات التي يقضيها زملائه في النوم قبل الاختبار وبين درجاتهم في الاختبار؟ لا يمكن لجاسم أن يستنتج أن نتيجته في الاختبار ستكون جيدة إذا نام باكرا فهناك عوامل أخرى قد تؤثر في حسن أدائه في الاختبار مثل الزمن الذي يقضيه في التحضير للاختبار أو فهم المحتوى وبالتالي هذا الارتباط لا يمثل علاقة سببية الفرع بي لاحظ عامل إنقاذ أن عدد الأشخاص الذين يرتادون شاطئ البحر يتزايد كلما ارتفعت درجة الحرارة هل يمكنه بناء على ذلك أن تستنتج أن التغيير في درجات الحرارة ينتج عنه تزايد في عدد الأشخاص الذين يرتادون الشاطئ؟ من خلال مخطط الانتشار نلاحظ وجود ترابط موجب بين درجات الحرارة وعدد رواة الشاطئ ولكن هل يمكن أن نستنتج أن التغيير في درجات الحرارة هو السبب الوحيد لزيادة عدد رواة الشاطئ؟ بالتأكيد لا هناك عوامل أخرى لم يقم عامل الإنقاذ بإجراء تجربة ولم يتحكم في العوامل الأخرى التي قد تؤثر في هذه العلاقة ومنها توقعات الطقس والفصل من السنة لذا لا يمكنه استنتاج أن السبب الوحيد في تزايد عدد الأشخاص الذين يرتادون الشاطئ هو ارتفاع درجة الحرارة خطأ شائع كن حذرا من افتراض أنه في حالة وجود ارتباط بين متغيرين فإن تغير أحدهما يؤدي إلى تغير الآخر قد يحدث التغير كليا بسبب متغير ثالث مجهول حاول أن تحل صفحة 34 ثمت ارتباط موجب بين عدد السيارات في بعض المدن وتعداد سكانها هل يمكننا بناء على ذلك استنتاج أن تزايد عدد السيارات في مدينة يؤدي إلى تزايد عدد سكانها؟ برر إجابتك عزيز الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك شكرا لك على المحاولة لا يمكن استنتاج أن تزايد عدد السيارات في إحدى المدن يؤدي إلى تزايد عدد سكانها وذلك بسبب وجود عوامل أخرى قد تساهم في هذا التزايد وبالتالي هو يمثل ارتباطا ولكن ليس علاقة سببية قد يكون هناك ارتباط بين متغيرين ولكن لا يمثل علاقة سببية هل السببية هي بالضرورة علاقة ارتباط؟ نعم إذا كان التغيير في كمية ما سببا في حدوث تغيير في كمية أخرى حتما يكون بين الكميتين علاقة ارتباط وضح كيف تعرف ما إذا كان بين كميتين سببية؟ حدوث تغيير في إحدى الكميتين يسبب بالضرورة تغييرا في الكمية الأخرى سؤال للتفكر ابن الحجاج الرياضية ما الحجة التي يمكنك بناؤها لتشرح لماذا علاقة ما ليست سببية؟ عزيز الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك شكرا لك على المحاولة إذا لم يكن للتغيير في مجموعة بيانات تأثير مستمر على مجموعة البيانات الأخرى لا تكون العلاقة سببية ملخص المفهوم النماذج الخطية وخط التطابق الأفضل والقيم المتبقية لفظيا الانحدار الخطي هو طريقة لإيجاد خط التطابق الأفضل أو لإيجاد نموذج خطي لمجموعة بيانات ذات متغيرين التمثيل البياني للقيم المتبقية يكشف مدى تطابق النموذج الخطي مع مجموعة البيانات إذا كانت القيم المتبقية متناظرة إلى حد ما حول المحور X ومتجمع بالقرب منه فمن المرجح أن يمثل النموذج الخطي تطابقا جيدا جبريا استعمل قيمة كل من A وB في الانحدار الخطي لكتابة معادلة خط التطابق الأفضل المعادلة هي Y equals AX plus B Y equals 0.542X plus 1 ولقد تعلمنا طريقة استعمال دالة الانحدار الخطي لإيجاد الثابتين A وB وهما الميل والمقطع Y يصف معامل الارتباط R العلاقة بين المتغيرين في مجموعة بيانات ذات متغيرين وهو عدد يقع بين negative 1 و1 حيث أن إذا كانت قيمة معامل الارتباط قريبة من العدد 1 فإنه يمثل ارتباط موجب قوي وإن كان معامل الارتباط قريبا من العدد negative 1 فإنه يمثل ارتباط سالب قوي وإن كان قريبا من الصفر فيمثل ارتباط ضعيف بيانيا معادلة خط التطابق الأفضل هي Y equals 0.542X plus 1 وهي النموذج الخطي الذي ينمذج الارتباط بين المتغيرين X و Y هذا التمثيل البياني يمثل القيم المتبقية للبيانات الواردة إلى اليسار حيث أن القيمة المتبقية هي الفرق بين قيمة Y الفعلية وقيمة Y المتوقعة عبر عن فهمك صفحة 35 السؤال الأساس كيف يمكنك تقييم دقة تطابق خط التطابق الأفضل لمجموعة بيانات مزدوجة؟ عزيز الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك شكراً لك على المحاولة قد طرحنا السؤال الأساس في بداية الدرس هل استطعت عزيز الطالب الإجابة عنه؟ كيف يمكنك تقييم دقة تطابق خط التطابق الأفضل لمجموعة بيانات مزدوجة؟ لاحظ معامل الارتباط لتحدد دقة التطابق لخط التطابق الأفضل للبيانات إذن من خلال معامل الارتباط بإمكاننا تقييم دقة تطابق خط التطابق الأفضل لمجموعة البيانات المزدوجة عبر عن فهمك صفحة 35 تدريب 4 ابحث عن العلاقات وجد سالم أن هناك ارتباط قوياً بين أعمار المشاركين في سباقات الماراثون والأزمنة التي يسجلونها هل يستطيع سالم القول أن الأشخاص الأصغر سنًا أسرع من الأشخاص الأكبر سنًا في سباقات الماراثون؟ وضح إجابتك عزيز الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك شكراً لك على المحاولة احسنتم قد يكون هناك استثناءات نادرة أي أن يمكن أن يكون هناك من الأشخاص الأكبر سنًا أسرع من الأشخاص الأصغر سنًا تدرب على اختبار من المرجح أن يكون أداء الطلاب الذين يتناولون وجبة الإفطار جيدًا في المدرسة أي مما يلي يمكن استنتاجه من هذه العلاقة A. هناك علاقة سببية بين الحدثين B. كلما كان تناول الطلاب لوجبة الإفطار أمراً متكرر للحدوث تحسن أداءه C. لا يمكن تحديد ما إذا كان الارتباط سبباً من دون توافر مزيد من الأدلة D. تقديم وجبة إفطار مجانية إلى جميع الطلاب يقلل من الفوارق في أداء الطلاب عزيز الطالب، أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك شكراً لك على المحاولة هل تناول وجبة الإفطار الجيد في المدرسة سبب الوحيد الذي يؤثر على أداء الطلاب؟ بالتأكيد لا هناك عوامل أخرى وبالتالي فإن الإجابة هي أحسن توم لا يمكن تحديد ما إذا كان الارتباط سبباً من دون توافر مزيد من الأدلة إلى هنا ينتهي هذا العرض شكراً لكم أعزائنا الطلاب على الانتباه وحسن الاستماع وإلى اللقاء في درس جديد من دروس الرياضيات